الفرقتين بيحاولوا يستعدوا لان المباراتين في اصعب ما يمكن الاهلي هيقبل غزل المحلة مستخر فنيا حتى بموضوع بابا فساليو اللي هو المدير الفني رجع خلاص فبالتالي الامور استخرت فنيا من جديد غزل المحلة اللعب 4 متشات كسبان 3 متعادل مباراة في المركز التاني دلوقتي بلعب على ارضه بين جمهوره فماتش صعب يعني كتلعب المحلة في المحلة ده ماتش من ناحية الفنية ومن ناحية الجماهيرية ومن ناحية الروح ومن ناحية كل حاجة الحوافز عند غزل المحلة وهو كمان كان متصدر دور الغتمة الالي كسب طلاعي الجيش فماتش هيبقى صعب جدا ماتش الزمالك كمان صعب لانه بيلعب طلاعي الجيش وطلاعي الجيش خسران اخر متش من النادي الالي 2-1 وقيادة فنية جديدة كابتن محمد يوسف وعنده دافع انه هو يعني يعود هزه الخسارة في قيادته الجديدة مع نادي طلاعي الجيش ويحقق نتيجة ايجابية مع نادي الزمالك اللي جاي من تعادلين ورا بعض الزمالك يعني متعادل مع الماتش اللي فات مع النادي المصري واللي قابليه مع نادي امبي بعد انتصارين في الاول على سيراميكا وعلى اسموحة فالماتشين ملتهبين يعني مش سهلين على القطبين الاهلي والزمالك عشان كده كولر كان ليه اجتماع ساخن جدا جدا مع اللعيبة بتاعته وقال صراحة يعني انا يعني مش معقول افضل طول الوقت اللعيبة يعني تحاول تظهر في التمرين قدرات ورغبتها فنية تشارك في المباريات اللي هما مش اساسيين كمان ولما ياخدوا فرصة ما يثبتوش انهم على قدر هزي الفرصة والمسؤولية قالك كولر اللعيب اللي هيفرط في حق نفسه قبل ما يفرط في حق فرقيته لانه لما ما بيظهرش بالمستوى اللي انا متوقعه منه في الملعب فهو بيفرط في حق نفسه قبل فرقيته ليه؟ لان انا مش هديله الفرصة دي تاني فبالتالي هو فرط في حق نفسه عندك نموذك في ماتش تراع الجيش وقابليه حتى الماتش اللي قابليه في الكاس بتاع المقاولي العرب خصوصا خط الدفاع انت عندك رامي ربيعة عندك ياسر ابراهيم في تراجع في المستوى واضح يعني حسام حسن لما اخد الفرصة محمد شريف لما اخد الفرصة كل دي يعني لعيبة كبيرة في الناد الاهلي لكن ما ظهرتش بالمستوى المتوقع ان هما يظهروا عليه لما ادقم كولر هزي الفرصة لدرجة انها عد جنبيه لعيبة عددكة في ماتش المقاولين كان ممكن يشاركوا من بداية المباراة اعادهم زي قال يو ديانجا اعادوا زي مثلا احمد عبدالقادر في ماتش المقاولين في الكاس اعادوا زي صافيو اعادوا يعني فيه لعيبة اعادة عددكة عشان يدي فرصة للعيب اللي هما بيطلبوا فرصة لكن ما ظهرواش فالاجتماع كان ساخن جدا وقال لك انه اي لعيب مش هفعلا هيظهر بالشكل المناسب مش هياخدوا الفرصة دي تاني وبالتالي دي مسألة ما فيهاش هزاره ومش هيسمح ابدا بالتفريط في اي نقطة خلال الفترة الجاية وصف المرحلة الجاية انها مرحلة في غاية الصعوبة لكن المرحلة الجاية دي قسمين والقسمين اصعب من بعض مرحلة بتؤهل الفريق بقوة لدوري الابطال لدوري المجموعات في فبراير فعندنا شهر ونص شهرين لازم الفريبه في قمة مستوى عشان يخش دوري المجموعته في قمة مستوى وفي نفس الوقت عندك ماتشاط صعبة جدا في الدوري الفترة الجاية دي ماتشاط قسية جدا مع يعني بتتكلم في فيوتشر وتكالب في أسماء أن ديها كبيرة مع جزل المحلة يعني الخامس ست ماتشات اللي جايين فما فيهاش تفريط انت عايز تسيطر على الدوري لازم الماتشات دي كلها تتخطاها وتكسب منافسينك حتى على المراكز المتقدمة فكان اجتماع عاصف جدا الحقيقة كمان تكلم مع بعض اللعيبة على فكرة السوشيال ميديا لفت نظر ان فيه اللعيبة مهتمة بالسوشيال ميديا منهم حسين الشحات مثلا بيكتب بتويتات غمضة والناس تفسرها بشكل غريب يعني ممكن كل احد يفسرها بطريقته زي كهرباء بيحط تويتات اي يحط فيديوهات اي يحط ستوريز على الاكاونتات بتاعته برضو الناس تفسرها بشكل او باخر يعني فناس تقولك اصله كده مع انه لسه مشكلته ما تحلتش ناس تاني تقولك لا ده هو قصده بيرمي كلام على فلان ناس تقولك اصله وقصده يعني قالك ان السوشيال ميديا لازم تبعده خلاص نقفل قصة السوشيال ميديا دي اللي بتعمل لغط دايما بالنسبة للعيبة قاعد كمان مع علي معلول بعد ما اتمرر التبرين كامل واتأكد مية في المية انه جاهز لهذه المباراة وفي جاهزية فنية كمان عالية جدا بعد عودته من المشاركة مع منتخب تونس في كاس العالم ولاعب علي معلول المباراة الاخيرة قدام فرنسا بلعبش اول ماتشين مع منتخب تونس انه ملاعبه ظهر بالصواجات جدا قدام فرنسا جاله نوع يعني حسب بشد كده في العضلة الخلفية لكن كان اجهاده قدر مع الاستشفاء اللي عمله يرجع تاني وقياسات بتقول انه هو سليم هنخضع للقياسات على مدار يومين طبية وبدنية واتمأنه على سلامته مية في المية وهيبقى جاهز للمشاركة في مباراة غزل المحلة ان شاء الله يوم الاربع